والآن مشاهدين ننتقل معكم إلى سهم اليوم وسهمنا لهذا المساء هو سهم شركة مالتيبلاي المدرجة في برسة أبوظبي للأوراق المالية والتي عادت للواجهة من جديد بتداولات قياسية حيث تصدرت أحجام التداولات خلال جلسة اليوم بسوق أبوظبي للأوراق المالية سهم مالتيبلاي مشاهدين أيضا شهد اليوم تداولات تجاوزت في مجملها 22 مليون سهم بقيمة مالية زادت عن 47 مليون درهم وذلك عبر 848 صفقة وهو ما يبرهن على وجود ذخم شرائي وسيولة مرتفعة في السهم على الرغم من تحقيق الشركة خسائر في النصف الأول من هذا العام ولكن النظر العام للسهم باتت أكثر تفاؤلا بعد ربح قرابة مليار درهم في الربع الثاني وحده وبالرغم من هذا أيضا الزخم الكبير في حرقة السهم اليوم بيعا وشراءا إلى أن السهم هبط ختم تعاملات اليوم بنسبة 93 من 100% عند درهمين و14 فلسا أما على صعيد الأداء العام فبالرغم من تكبد السهم خسائر حادة في آخر 12 شهرا بنسبة ناهزة 45% إلى أن السهم عكس الاتجاه الهابط في آخر ثلاثة أشهر ليصعد بنسبة ناهزة 16% بتعم نتائج الأعمال القوية في الربع الثاني من العام مشاهدين كان هذا سهمنا لهذا المساء لتنتهي به جولتنا في عالم المال والأعمال تحياتي لكم إن جعلوا إلى اللقاء